اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر السيرفي مواصلة اطلاق باقات سياحية مشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بما تعزز فاعلية التوجه نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة في البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال اجتماع عقدته سعادتها مع معالي الاستاذ احمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على همش اعمال الاجتماع الخمسين للجنة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط بمنظمة الامم المتحدة للسياحة الذي اقيم في عمان واشارت سعادتها الى ان المملكتين الشقيقتين قطعت شوطا طويلا في توحيد جهود التسويق والترويج للانشطة والبرامج السياحية في كل البلدين وتنظيم مبادرات مشتركة تسهم في استقطاب المزيد من السياح وتنشيط القطاعات السياحية المتخصصة واطلاق وجهات سياحية مشتركة من خلال التعاون مع الوكالات السياحية ومنظم الرحلات السياحية الاقليميين والدوليين